هنا وسؤالي فقط أن أتكلم عن الكابتن عبدالله خوقير ظهر أمس وتكلم عن وصلكم خطاب بأنه طلب منكم من الاتحاد السعودي بعدم إشراك اللاعبين منتخب السعودي المشاركين في بطولة كاس آسيا أمام الأهلي أنت كمدير مركز الإعلامي أكيد طلعت الخطاب ما هو الخطاب اللي جاكم؟ هل هو طلب منكم طلب؟ شوف المتعارف عليه دائما في أي مشاركة وطنية المتعارف عليه سابقا قبل سابقا بعد الخطاب هذا شوية المتعارف عليه أن اللاعبين الدوليين بعد نهاية مشاركتهم دائما ما يمنحوا إجازة لمدة 24 و 48 ساعة حسب ما يرتدي للاتحاد السعودي في الموضوع الخطاب اللي جا بمنح اللاعبين الدوليين إجازة لمدة 48 ساعة هل عملية المنح هذه إجبارية أم لا اختيارية؟ هذا المفروض يفسرنا للاتحاد السعودي لكن هي منح طالما منح إذن أنت كنادي ما عليك إلا التنفيذ هذا المفروض عملية مخالفة هذا الأمر من أي نادي ثاني هو يتحمل هذه المسؤولية والمفروض للاتحاد السعودي يكون له تدخل حازم في هذا الأمر وخصصا المباريات موجودة أول شيء بالعدل والمساواة بين الأندية يعني حينما جاءنا الخطاب نفذنا التعليمات لكن غير من الأندية ما ينفذ التعليمات هذا أمر الاتحاد السعودي المفروض يعاقب لأن الخطاب واضح سريح بمنح اللاعبين الدوليين إجازة لمدة 48 ساعة ممكن الاتحاد السعودي يقول أنا ما أجبرت أنا أبلغت بخطاب بمنح وأنتو كوحدة خفتوا أنه مثلا نشارك اللاعبين أو يصير هناك مشكلة واحتجاج وصحيح هل هذا طلب ولا توجيه؟ توجيه هذا طلب ولا توجيه؟ الخطاب اللي جاء منح؟ منح يعني توجيه يعني أنت تنفذ أنا اتحاد السعودي أنا الجهة المشرية أنا المسؤول عن عملية إدارة الأندية في كرة القدم أنت المفروض تنفذ كنادي أنت ما تقول تشارحني أو أنك تفصل حسب منح اللاعبين الدوليين 48 ساعة إجازة وحسب رأي النادي هو ما قال حسب رأي النادي أنت أمرت بمنح إذن لابد من الأندية أن تنفذ كون النادي آخر ما ينفذ هذه مسؤولية الاتحاد السعودي في معاقبة هذا النادي أو اتخاذ الإجراء المناسبة اللي تشوفه هو أما مسألة أني أنا أجي أنفذ وغيري ما ينفذ وبعدين أقول له والله لا في منح ومش عارفه حسب رأي النادي أنت ما وضحت في خطابك وضح لي الأمور كاملة في الخطاب عشان أنا أفهم أنت كاتب لي منح طالما أنت كتب منح أنتهينا لازم حنا كنادي وحد نحن نادي مثالي في عملية التعامل في عملية تنفيذ جميع التعليمات يمكن أننا خلال الموسم هذا مرت أننا أكثر من حالة في النهاية بنطلع حنا الصحيح الحمد لله ليه؟ لأننا نتبع التعليمات نحن لا نصل لمرحلة مثلا نفسر التعليمات ونفسر اللوائح على مزاجنا اللوائحة واضحة والخطابات واضحة وبناء على أساس نتعامل معها وبرك لكم اتهى الدورة الثمانية وشكرا لك ويعطيك الفعل